هل مصر هتقبل ان الفلسطينيين يجوا سينة واستوطنوا هناك؟ الحقيقة ان فيه ضغوط كبيرة جدا على النظام المصري حاليا انتوني بلينكين وزير الخارجية الامريكي النهاردة في القاهرة هيقابل السيسي وهيقابل سامح شكري مبارح التصرحات كلها كانت بتقول انه لا احنا لن نقبل بالكلام ده السيسي النهاردة اجتمع مع مجلس الامن القومي وقال انه لا احنا موقفنا الراسخ والسابت ان احنا مش هنقبل بتهجير الفلسطينيين من ارضهم وده تفريغ للقضية الفلسطينية اسماعيل هنية مبارح رئيس المكتب السياسي الحماس قال نفس الكلام ان القرار المصري هو قرارنا واحنا لن نقبل بتهجير الفلسطينيين ومش هنسيب ارضنا طيب الايكونوميست كتبة النهاردة الصبح تقرير غاية في الاهمية الايكونوميست المجلة البريطانية الشهيرة بتقول انه مصر ممكن تقبل بحاجة زي كده ده كلام غريب جدا طب ده عكس الكلام الرسمي الايكونوميست بتتكلم على انه الوضع في غزة قابل للانفجار في اي لحظة الاسرائيل بتعمل دلوقتي من قطع الكهرباء والمية والوقود والاكل عن الفلسطينيين ده هيؤدي الانفجار في الاخر الناس هتبحث عن النجاة لو حصل اجتياح برية وبالتالي كله هيتحرك نحية ايه هيتحرك نحية مصر واللي بيؤكد ده كمان انه مصر دلوقتي بتحاول تبني صور خرصاني عشان لو ده حصل تبقى عاملة لميتيشن يعني قادرة انها تسيطر عقصة الايكونوميست بتتكلم على ثلاث تحديات رئيسية قدام مصر لو ده حصل التحدي الاول ايه التحدي الاول ان الولايات المتحدة الامريكية لما في حرب الخليج 1991 اسقطت 10 مليار دولار من الديون الخارجية المصرية كان لها قرار في حاجة زي كده لكن المرة دي الوضع مختلف شوية الولايات المتحدة الامريكية ممكن تعرض اسقاط الديون عن مصر ممكن تتكلم مع صندوق النقد الدولي في الستاشر ولا العشرين مليار دولار اللي احنا واخدينهم من صندوق النقد يتم اسقاط جزء كبير منهم في مقابل ان السيسي يقبل بحاجة زي كده فدي النقطة الاولى لكن هي بتقول الايكونوميست ان لسه الوضع الاقتصادي في مصر ما يخليش السيسي ظهره للحيط يعني انه هو يائس تماما لا لسه الراجل عنده مساحة للتفاوت ده وفقا ليه الايكونوميست الجزء التاني او التحدي التاني انه ايام حرب الخليج الاولى كانت الولايات المتحدة الامريكية قادرة انها يكون لها كلمة على مصر في موضوع الديون والكلام ده لكن المرة دي اكبر ممول للنظام المصري او الناس اللي ليها حافز على النظام المصري او ايد يعني عن النظام المصري هي دول الخليج لانه الاحتياط النقد الاجنابي عندنا في مصر تقريبا من ليه من دول الخليج الامارات والسعودية والكويت وقطر وبالتالي لازم الدول دي تضغط على مصر لو عايزينها تقبل بقبول الفلسطينيين في سيناء الجزء التالت او التحدي التالت اللي بتكلم عنه الايكونوميست هي فكرة الفلسطينيين لو نزحوا ناحية سيناء مين اللي هيأكلهم مين اللي هيشربهم مين اللي هيصرف عليهم مين اللي يبننهم مستشفيات مدارس مين اللي هيشغلهم وبتضرب المثل باللي حصل في النجبة الفلسطينية وهجرت او نزوح الفلسطينيين للاردن ولبنان وفي الفين وعشرة لما راح جزء منهم كمان لسوريا وبتقول ان هما اصبحوا عبء سياسي كمان مش بس اقتصادي السيسي عنده مشكلة كبيرة جدا في مين هيشتغل في النقطة دي تحديدا مدى مصر ردت على الجزء ده في تقرير النهاردة الصبح مدى مصر الموقع المصري وقالت انها كلمت مع واحد وعشرين مصدر حكومي رسمي ومصادر اخرى من معبر رفح ومصادر عسكرية وامنية قالوا ان في ضغوط دلوقتي بتمارس على النظام المصري وبيطرحوا عليه او بيعرضوا عليه حوافز اضافية لها علاقة بانه هما اللي هيصرفوا على الجماعة الفلسطينيين لو نزحوا من ارضهم وجوم عندنا في سينة وانه في موافقة مبدائية من النظام المصري على القصة دي لو انتوا هتشيلوا التكلفة فاحنا ممكن نوافق ده الكلام اللي بيقولوا موقع مدى مصر طبعا امبارح كان فيه خناقة ماينفعش نفصلها عن اللي بيحصل في موضوع الفلسطينيين وهي الرعاية الفلسطينيين من جنسيات اخرى وتحديدا الامريكية لما حاولوا ان هما يخرجوا من المعبر وبعدين معبر رفح والحكومة المصرية قالت لا مش هنخرجكو غير لما تدخلوا المساعدات المتكدسة عند معبر رفح دلوقتي سامح شكرا وزير الخرجاء المصري خرج مبارح في مقابلة مهمة جدا كانت تليفونية مع سي ان ان الامريكية وقال اتكلم في القصة دي وقال احنا ما عندناش مشكلة ان هما يخرجوا خلي الرعاية تخرج خلي الناس تيجي لو استوفوا الورق بتاعهم من الجابهة الجهة الفلسطينية اللي هي اصلا مش شغالة لان اسرائيل قصفت المعبر كذا مرة لما تسأل عن قصة المساعدات ودخولها وربطها بالرعاية الاجانب قال ان احنا ما عندناش مشكلة ان الرعاية يخرجوا لو ورائهم كامل وفي ظل يعني خروجهم يتم استفاء الاوراق اللازمة لدخول المساعدات الانسانية لكن قال واكد على عبارة انا بصراحة بالنسبة لي معتبرها عبارة مسيئة جدا جدا لمصر يعني وقيمتها لما قالت كذا مرة احنا لم نحصل على اذن بدخول المساعدات والازن طبعا من اسرائيل المساعدات يا ست الوزير المفترض انها تدخل دون اذن مصر اكبر من ان احنا نوقف المساعدات عند معبر رفح ومستنيين اذن من الحكومة الاسرائيلية هل هنوافق كمصر ان احنا نستقبل فلسطينيين ولا لا هنربطين دخول المساعدات بالرعاية الاجانب هنشوف في الساعات الوليلة اللي جاية ايه اللي هيحصل بالزبط